السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح حل مشكلة عدم ظهور الحالات في الواتساب فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب كل اللي تحتاجون تسوونا تروحون على تطبيق الواتساب عندكم بعد كذا تروحون على الحالة فهنا يا شباب لو ضغطوا ضغطة مطولة على أي شخص وبعدين ضغطوا خيار غير مهمة ما رح تظهر عندكم الحالات الخاصة فيهم فتتأكدون أن الشخص اللي تبغونه مم موجود في الحالات غير الهامة إذا كان موجود في هذه القائمة اللي هو الحالات غير الهامة تضغطون ضغطة مطولة وبعد ك验 تضغطون على مهمة ورح يرجع عندكم تظهر معاكم الحالات الشي ثاني يا شباب المهم لازم يكون الشخص مسجل رقمك عنده وانت مسجل رقمة عشان تظهر معاك الحالات الخاصة فيه الشي الثالث يا شباب اللي لازم تسوونا تروحون على الدردشات وبعد كذا تضغطون محارثة جديدة فمن هنا تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوقها لسار وتضغطون على تحديث فكذا راي يحدث عندك جهات الاتصال وممكن احتمال ان تظهر عندك الحالات فاذا ما ضبطت معاكم هذه الخطوة خلونا نروح على الخطوة الرابعة والاخيرة الخطوة شباب الرابعة خطوة مهمة تضغطون على الواتساب ضغطة مطولة وبعد كذا تروحون على معلومات حول التطبيق هذا الخيار فراح يوديكم على هذه القائمة من هنا تنزلون شوي تحت تروحون على الترخيص فهنا يا شباب تروحون على جهات الاتصال وتتأكدون ان الخيار مفاعل معاكم اللي هو السماح ممكن يكون عندكم رفض فتتأكدون على خيار السماح فكذا ان شاء الله رح تنحل عندكم مشكلة حالات الواتساب فهذا كان يا شباب شرح اليوم اذا حبينكم تعرفون اكثر عن الواتساب رح تحصلون قائمة تشغيل خاصة بالواتساب في القناة واذا حبينكم تعرفون اكثر عن التطبيقات اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة